عثمان مرغني من أخيرة التيار حديث المدينة أتى حديث المدينة اليوم بعنوان مطلوب مجرد تغريدة لا أكثر يستهيل عثمان مرغني زاويته بالقول إذا انقضى شهر يناير هذا الذي تبقى فيه يوما فقط دون قرارات كبيرة فإن العام 2020 يرفع الراية البيضاء قبل أن يبدأ فهو ليس مجرد شهر عادي بل ضربة البداية الحقيقية للحكومة الانتقالية يمضي عثمان فيقول قد يكون مفهوما ومقبولا أن يمر الشهر الأول من العقد الثالث بلا قرارات كبيرة أو تغيير يذكر ولكن ألا تكون في الخارطة علامات طريق فذلك مؤشر خطر يجعل البلاد كلها تسير في عتمة لا يدري أحد أين تقود يواصل مرغني زاويته بالقول الغايب الآن ليس مجرد القرارات التي تنجب التغيير الحقيقي بل حتى المؤسسات المنوط بها رسم مستقبلنا يستمر فيقول فيما تبقى من عمر هذا الشهر ليت الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يمنح الضوء الأخضر لإعادة هيكلة وتنشيط مؤسستين المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي والجهاز المركزي للإحصان يسترسل مرغني في زاويته الزمن ليس في صالحنا فنحن مهزومون عشر صفر رغم أننا نلعب في أرضنا وبين جمهورنا وأي جمهور شعب عملاق قادر على صنع المعجزات فهو عصاموسة لمن يبحث عنها يختتم مرغني زاويته قائلا مجرد تصميم خطة استراتيجية تجسد أحلام شعبنا كاف ليرفع إسهام الجميع في دفع عجلة التنمية والنهضة وكاف ليميط كثيرا من أذى الاحتراب السياسي الذي على جوانبه يراق دم رفاهية الشعب السوداني الصبر لنبدأ الآن قبل انقضاء الشهر مطلوب مجرد إعلان قرار تصريح صحفي تغريدة لا أكثر